كشفت مصادر أمنية عن اعتماد عناصر داعش على عمليات الخطف والفدية للحصول على أسلحة القنص الحديثة وصواريخ ومنصات الكاتيوشا في المناطق الساخنة الممتدة بين طوز شرقي صلاح الدين وصولا إلى أطراف كفري بإقليم كردستان وأشار إلى قيام مهربين بنقل الأسلحة والمعدات والصواريخ لمفارز داعش في الكهوف والأنفاق في المناطق الوعرة وعبر طرق شبح خالية من نقاط التفتيش الأمنية نوضحين أن إعادة نشر القوات ودوريات الرصد المستمرة قطعت طرق تهريب ووصول الصواريخ والأسلحة لعناصر مفارز الإرهابيين وأضفون درجع الخروقات الإرهابية في مثلث كاركوك صلاح الدين ديالا في الفترة الأخيرة مرتبط باستراتيجية المواجهة التعبوية التي تعتمدها القوات الماسيكة للأرض بعمليات استباقية مستندة إلى معلومات وتحليلات استخبارية دقيقة لا تستثني تجنيد الإرهابيين لمزارعين ورعاة غنام لتسهيل وصول الأسلحة تحت إغراءات المال أو التهديد بالخطف والتصفية شكرا